هذا ويتواصل فتح معبر رفح البري أمام دخول المساعدة الإنسانية لأهل قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية دولة وفي هذا الإطار شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة متجهين لمنفذي العوجة وكرمة بوسالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة وأوضح مصدر أن من بين الشاحنات 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي و8 شاحنات سعودية وشاحنة كويتية وأخرى بلجيكية كما استقبل المعبر 21 مصابا فلسطينيا و207 من حملات الجوازات الأجنبية والمصرية ترجمة نانسي قنقر